أستاذ أحمد يعني ما الذي استجد جعل فتحي بشآغة يدعو جميع الأطراف الليبية اليوم إلى خطاب تصالحي ونبدل خلافات في هذه المرحلة ولمن يوجه هذه التصريحات تحديدا تحياتي لك سيدة مونة تحياتي لضيفك سيد اسلام من طرابلس نعم أعتقد بأن ليست المرة الأولى التي يدعو فيها السيد فتحي بشآغة إلى خطاب تصالحي أو إلى نبدل الكراهية والعنف والدعوة إلى فتح حوار شامل ومفتوح على جميع الأطراف كان فيه سابقة من السيد فتحي بشآغة دعا فيها السيد عبد الحميد البيبة قبلت هذه الدعوة بالرفض من السيد البيبة ولم يستجب لهذه المبادرة لكن إعادة طرح من سيد فتحي بشآغة من جديد في هذا التوقيت له دلالات كثيرة أن الدور الأمريكي أصبح واضحا جدا يعني لعيناه والتمسناه على الصعيد الأمني والعسكري وعلى الصعيد السياسي لذلك أعتقد أن هذه المرة سيختلف طرح السيد فتحي بشآغة وستكون هناك استجابة من السيد عبد الحميد البيبة للطرح الذي طرحه السيد فتحي بشآغة لفتح حوار تصالحي مع كافة الأطراف السياسية لأن الأصبح المشهد واضح للجميع لم يعد هناك خصومة واضحة الكل نبدأ الخصومة وراء ظهري وأصبح ينظر إلى كيفية إنجاز أو خلق أرضية ملائمة لإجراء الانتخابات وفق صرار الولايات المتحدة الأمريكية وبعتة الأمم المتحدة والدول المتداقية في الملف الليبي لإجراء هذه الانتخابات نهاية هذا العام لذلك أعتقد أن الوقت أصبح حرجا لجميع من سيرفض دعوة الآخر للتصالح سيكون معرقلا أما من ناحية وسيكون ضد إجراء الانتخابات من ناحية أخرى لذلك سيقبل بها الجميع وستكون على خلاف الدعوات السابقة وستلاقى رواجا كبيرا جدا من السيد عبد الحميد البيبة وسنشهد أعتقادي لأيام القادمة لقاءات بين عبد الحميد البيبة وفتح باشاغا في هذا الحضور أستاذ إسلام الحاجي أهلا بك معنا في حصة مغاربية هل تتفق مع أستاذ أحمد المهدوي هل سنشهد ربما استجابة من عبد الحميد البيبة لهذه المطالب مطالب فتح باشاغا وأنت تعرف ربما ما حدث بين الرجلين في السابق وتعرف أيضا أن الولايات المتحدة لتتعامل تحديدا مع باشاغا كل معاملاتها مع عبد الحميد البيبة مساء خير عليك وعلى مشاهديكم الكرام أستاذ أمونة وعلى الأستاذ العزيز والأستاذ المهدي طبعا أكيد أنا أتفق معه في الكثير من ما أعرض الأستاذ المهدي ولكن أضيف أيضا أنه وهذا تماشي مع ما تريده الاستراتيجية الأمريكية في ليبيا والتي أرسلتها عبر مدير السيئي إي لدى زيارته إلى ليبيا ورحلات مكوكية بين الدول صاحبة الشأن في المشهد الليبي سواء لخصوصا الإقليمية منها كمصر وتركيا والإمارات والسودية وغيرها طبعا السيد باشاغا ليس أمامه حاليا فعلا لكي لا يكون خارج هذا المشهد نتيجة هذه الضغوطات وأيضا السيد عبد الحميد دبيبا رئيس حكومة الوحدة الوطنية ليس أمهما إلا تماشي مع هذه الرغبة الأمريكية للتوافق والتلاقي ما بين الأطراف سواء كان في الشرق أو في الغرب رغم أنه حضرتك وعشرتي أنه لم تتعامل مباشرة الأمريكا مع السيد باشاغا رغم أنه طبعا يعتبره تشريعيا خارج عن البرلمان الليبي ولكن مع ذلك لم تقطع الانتصالات غير مباشرة مع هذا الطرف وخصوصا أنه حتى اللقاء الأخير مع السيد بنتيلي مع السيد فتحي باشاغا فالأطراف حاليا جميعا سواء كانت التنفيذية منها أو التشريعية تخضع أو تضغط لضغوطات قوية من قبل الأمريكان لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بهم وعلى طبعا رأسها هي عملية إخراج الفاغنر أو محاصرتهم والإقلال من قوتهم المتوجدين بها في ليبيا ثم بعد ذلك حسب اعتقادي أنه في الترتيب هو العملية الانتخابية والتي سواء حدثت وتمكن من انفادها في سنة 23 أو أنه قد تعجل إلى سنة 24 سنة القادمة هنا هي استراتيجية واسعة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وتطلب من جميع الأطراف التقارب سواء كانت سياسية منها أو العسكرية طيب أبعاد هذا التقارب أستاذ المهداوي يعني لماذا التقارب اليوم بين بشاغة وبين أدبيب هل من أجل تشكيل حكومة موازية وهذا ما ترفضه بتاتنا الولايات المتحدة أم ما هدف أهداف هذا التقارب في هذا التوقيت سيد أحمد المهداوي تسمعوني نعم سيد أمونة أعتقد بأن كما شار السيد السلام هناك ضغوطات كبيرة جدا على كافة الأطراف الليبية بمعنى أن إجراء الانتخابات يصبح مستحيل في ظل الحكومتين هناك أعتقد أن هناك مبادرة أمريكية وفق الاستراتيجية التي طرحت غير معلنة وهي دمج حكومتي فتحي بشاغة والسيدة بيبة لتكون هناك حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات إذا كان حدثت بالفعل نهاية هذا العام لأن هذه الانتخابات تحتاج إلى الكثير من الجهد لا تحتاج إلى الدعوات أو الضغوطات هناك ملفات وأمور عالقة لم تحل بعد هناك المشكلة الأمنية هناك مشكلة المليشيات المسلحة هناك مشكلة المرتزقة والقوات الأجنبية يعني الانتخابات تحتاج إلى بيئة وأرضية لإجراءها والتباطئ في التعامل مع الملف الليبي لا يوحي بأن هناك انتخابات نهاية هذا العام حتى ولو نجحت لجنة الستة زي ستة في إخراج القاعدة الدستورية قبل شهر يونيو وهو أمر مستبعد نتحدث وما زال شهر ونصف على شهر يونيو أو شهران أكثر وهم لم يجتمعوا بعد ولم حتى يتجاوزوا قطوطهم الحمراء كل جهة زالت متمسكة بخطها الأحمر ولم تتنازل عنه لذلك التركيز على السلطة التنفيذية التركيز على عبد الحميد البيبة وعلى السيد فتح بشاغة في هذا التوقيت رؤية الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي أزمة السلطة في ليبيا وأن تحدث عن السلطة التنفيذية حتى تتفرغ لموضوع اللجنة الدستورية أو لجنة تشريعية بمعنى صح لتهيئة الظروف لها لإنتاج قاعدة دستورية توافقية لذلك تتشهدي ضغط كبير جدا على السيد البيبة بالأكثر لأن التعامل كما أشرت مع البيبة بطريقة مباشرة وزيارة رئيس المخابرات الأمريكي وزيارة مساعدة وزير خارجية باربرا وغيرهم كفيلة بأن تقول لك نعم أن الملف الليبي أصبح ذو أهمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو له انحكاسات بما يحدث في أوكرانيا ومخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من سيطرة القوات الروسية والفاقنر على ليبيا وتصبح ليبيا بعيدة المنان على الولايات المتحدة وهم لا يريدون لليبيا إلا أن تكون قاعدة جنوبية لحلف النيتو لو حدثت مواجهة مباشرة مع الروس وهو شيء مستبعد لقدر الله ولكن الأمريكان يريدون حسم كل هذه الملفات لتقليص الدول الروسي والصيني في ليبيا وفي أفريقيا بشكل خاص طيب أستاذ إسلام الحاجي مربط الفرس اليوم في بنسبة لجنة ستة زائد ستة هو شروط انتخاب الرئيس هل تعتقد أنه إذا كان هناك نوع من التفاهم حول شروط انتخاب الرئيس فستمضي هذه اللجنة قدما طبعا أستاذة مونة يعني شوفي حضرتك فيه تحديات كبيرة للجنة ستة زائد ستة هي عملية التعديل الثالث عشر اللي حصل من البرلمان هو مجرد أنه رحل المشاكل اللي كانت أصلا مختلف عليها في اللجنتين اللي هما من مجلس الدولة أو من البرلمان في مصر من قبل وأيضا تم ترحيلهم في التعديل الثالث عشر في التعديل الدستوري الثالث عشر رحلت كل هذه المشاكل وعلى رأسها طبعا هي انتخاب العسكريين ومزدوجي الجنسية طبعا فأنت من هنا لديها أمام تحديات كبيرة طبعا ما تنسيش أيضا الصلاحيات يعني حتى الصلاحيات ليست لديها تلك الصلاحيات التي بدورها تعطيها القانونية لما تصدرها إلا بالرجوع إلى المجلسين يعني يعني تقصد أستاذ إسلام أستاذ إسلام تقصد أن هذه اللجنة لا يمكنها سن القوانين بدون رجوع إلى المجلسين أكيد أن هي حتكون في استشارة مع المجلسين قبل التصويت على هذه القوانين ولكن إحدى ضيوفنا في حسن مغربي أول أمس كان يتحدث على أنه إذا تم التصويت بأربعة من قبل لجنة لجنة 6 زائد 6 ينسوط أربعة منها التابعين للمجلس الأعلى للدولة وأربعة منها التابعين لمجلس النواب بذلك يمكن سن القوانين لا التلتين صح التلتين من كل المجلس ولكن في نقطة غابت على الضيف حضرتك في حالة عدم التوافق في حالة عدم التوافق هي أروح لك إلى آلية تقترحها اللجنة فما هي هذه الآلية؟ لم يحدد حتى التعديل الدستوري ما هي الآلية في حالة عدم التوافق؟ هنا حيحصل الخلاف حيحصل على عملية آلية عدم التوافق كيف يمكن الإقرار بهذه القوانين وإحاناتها للبرلمان لاعتمادها كما هي بدون أي تعديل فانتهي هذه التحديات أولا هذا التحدي الداخلي أنا نتكلم هناك تحدي خارجي آخر هل لجنة 6 زائد 6 ما ستخرجه من قوانين انتخابية تتماشى مع الرغبة الأمريكية أو الرغبة الغربية في شروط الترشح للرئاسة؟ يعني هناك هذا أيضا سبب كبير يعني هناك فيتو معين على شروط معين على المترشحين للرئاسة في ليبيا فانت تجني أن حتى التعديل الدستوري لم يدكر هذه الشروط أيضا حول الموضوع للجنة 6 زائد 6 أيضا لا تنسي أن التعديل الدستوري أغفر عن ميشير أن في حالة استقابة مثلا العسكريين ومزنوجي جنسي وأنا أتوقع أنهم سيصلوا الاتفاق عليهم بحكم أن العسكريين أو المناصب القيادية يستقيد 90 يوم قبل الانتخاب زي مصرح السيد المشري ومزنوجي جنسية تنازل عن جنسياتي قبل أداء الأيمين الدستوري ولكن عند حالة فشل أحد هؤلاء القيادين أو صحاب المناصب الكبيرة في ليبيا هل سيعود إلى منصبه؟ لم تحدده لا القاعدة الدستورية ولا التوافق ما بين المجلسين بل وقد أشار في كلمة للسيد المشري أن ستحالي المجلس التشريعي الجديد ليقرر هل سيعود لمنصبه أو لا وهنا تراجد اختلاف أيضا كبير في هذه النقاط وأيضا أؤكد على تماشي وتماهي هذه القوانين مع ما تريدهم من خطط استراتيجية وشروط للترشح من قبل أمريكا والمجتمع الغربي الذي يحدد شروط معينة وهنا أخص بالذكر لو عملي الترشح سيف رغم أنه توجد هناك بعض الأقوال بأن هناك تواصلات غير مباشرة من الأمريكان المترشح سيف الإسلام إما بأن يتم ترويذي للرضوغ للإستراتيجية التي تريدها أمريكا أو أن يتنازل عن الترشح ويكون له قدر أكبر في السلطة التشريعية أو التنفيذية القادمة طيب أستاذ أحمد المهدوي هناك مشاكل عدة رحلت من التعديل الدستوري كما سمعتها وتعلم أيضا حضرتك إلى هذه اللجنة هذه اللجنة هل بمقدورها أن تحل كل هذه الخلافات القانونية بما فيها الترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية وغيرها قبل منتصف يونيو المقبل هل تعتقد أيضا أن الضغوط الممارسة عليه ستجعلها ربما تخرج بحلول يقبلها الجميع ومنها أيضا التهديد تهديد باتيلي بالدهاب لتفعيل الآليات البديلة نعم استدامونا شوفي هو لجنة الستة مطلوب منها شيء كبير جدا وهو أن توزيل الخلاف ما بين مجلسي النواب والدولة على موضوع شروط ترشح الرئاسة بمعنى أن شروط الترشح للبرلمان أمر مفرغ منه ولا مشاكل على قانون الانتخابات حتى قانون الانتخابات السابق فيما يخص البرلمان كان لا شائب عليه وكل قابل به الخلاف فقط كان في سروط الترشح الرئاسية وهنا نتحدث عن الشرطان هما اعتبارا خطاء أحمر لدى مجلس النواب والدولة وهو العسكريين ومزدوجيين السنسية للأسف استدامونا كل الأطراف السياسية سنتحدث هنا عن مجلس النواب ومجلس الدولة كل منهما يريد أن ينتج قاعدة دستورية وفق إيديولوجيته وفق رؤيته لا يريد أن يتنازل عن هذا الخط الأحمر لكن نحن نفترض أن لو هناك ضغط أمريكي وهناك قاعدة أو مسودة وقانون جاهز من الولايات المتحدة الأمريكية سيفرض على هذه اللجنة وستعمل الولايات المتحدة لفرض هذا القانون فاعتقاد أنه سيمر لعلى ذلك أن لو عاد هذا القانون إلى مجلس النواب ومجلس الدولة حتى ولو توافقت لجنة الستة زي الستة سيخرج لنا القلاب داخل أروقت هذان المجلسان سيتعسم إعاقة أو إجراء أي انتخابات لأن بمعنى صريح جدا مجلس النواب ومجلس الدولة طرفها مصلحة وعلاقاتهما وجودية يعني كلما يتعطى الإجراء التصويت على قاعدة دستورية كلما أصبح بقاء المجلسين في السلطة أكثر فترة ممكنة لذلك هم سيقومون بإعاقة أو عرقلة وكسب للوقت لكن الواقع يقول أن هناك ضغوطات كبيرة جدا سواء كانت من الولايات المتحدة أو من الداخل الليبي على مجلس النواب ومجلس الدولة كل هذه الضغوطات ستنتقل إلى لجنة الستة زائد ستة فيما لو أن لجنة الستة زائد ستة يعني غلبت المصلحة الوطنية على مصالحهم الخاصة اعتقالي أنهم سينجحون ويخرجون لنا قانون توافقي يقبله الجميع وسندب إلى انتخابات نهاية هذا العام وأيضا لو حلت بعض الملفات العالقة لأن لا أمكانية للدهاب إلى انتخابات في ظل وجود مرتزقة وسلاح منتشر لأننا لن نعالج المشكلة ستكون المشكلة موجودة سنعود إلى المربع الأول سيطرة ميليشيات ومجموعات مسلحة ولنا فيما يحدث في بعض مدن الغرب لخير دليل من مناوشات بين هذه الميليشيات لذلك حل المشكلة من جدورها واستئصال هذا المشكل أمر ضابد منها قبل الذهاب إلى انتخابات وهنا الدور أصبح كهل لجنة الستة زائد ستة إذا غلبت مصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة ستنجح هذه اللجنة وستخرج لنا قاعدة دستورية توافقية إذا نذهب بها إلى انتخابات نهاية هذا العام طيب أستاذ إسلام هل تعتقد أنه أيضا إلى جالب ما تفضل به أستاذ أحمد المهدوي لابد من تفاهمات دولية حتى تنعكس بالإجابة على عمل لجنة ستة زائد ستة وإن لم يحدث ذلك فهذه اللجنة مألها هو الفشل وسيقال أن المجلسين عرقل مرة أخرى هذه الانتخابات وسيجمد عمل المجلسين وبالتالي ما هي السيناريوهات بعد ذلك طبعا أكيد إذا كان لا توجد أي تطرفقات دولية فعلا وتخضع لها لجنة ستة زائد ستة سوف يتم هنا تفعيل اللي هي لجنة رفيعة المستوى اللي هي خاصة ببتيلي أي أن ما لم يمرر عبر الستة زائد ستة سيمرر عبر لجنة رفيعة المستوى لبتيلي وحتى وإن اتفق المجلسين الأعلى والدولة على قوانين وغيرها أيضا قد يعقد سيد بتيلي لجنة رفيعة المستوى في حالة وجوب إدخال بعض التعديلات أو لإيجاد كما يدعي بأنها لخلق قاعدة تلوك تلزم جميع الأطراف سواء بالانتخابات أو ما بعد الانتخابات من النتائجها أيضا لا ننسى أن هناك اجتماع مهم وهو مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن يترأسها لفاروف وزير خارجية الروسي يوم 24 أبريل القادم وهي خصوصا تتوجه للمشكلة الليبية والسورية واليمني وعلى رأسها المشكلة الليبية إذن هنا هناك أوراق لدى أمريكا أوراق ضغط أكثر روسيا ولا تريد من روسيا أن تتحصل على مجال أوسع للضغط والمساومة بالورقة الليبية هذا ما تسعيره أما بخصوص كما عشار الأستاذ الميدي أن تتوقف الانتخابات بضرورة خروج القوات الأجنبية والمتصفة يعني أننا لن نجد الانتخابات حتى ولو بعد ثلاثة أو أربع سنين لأن هذا الموضوع يحتاج إلى توافقات وتفاهمات دولية وإقليمية نتنت هنا الطرف المصري والطرف التركي والطرف الروسي والطرف الصيني وأيضا الطرف الأمريكي وحلفائي من الدول الغربية نحن هنا في مأزق كبير أنك تحدد ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمتصفة قبل عقد هذه الانتخابات في سنة 23 يمكن إجراءها كما أجرت الانتخابات في لبنان قبل اتفاق الطائف والتي ترشح فيها ستيب الجميل ترشح فعلا ما أعتقد وكانت فعلا صح لم تكن انتخابات نزيها أو فعلا أدت إلى استقرار ولكن عندما يريد الغرب أن يجري تلك الانتخابات توفي يجريها وهو هنا أمريكا حاليا تريد هذه الانتخابات ولكن المعضل والمعادلة والأزمة لدى أمريكا هي كيف حل المعادلة ما بين المصارح المتضربة له سواء الدول الإقليمية أو الدول الغربية وإلى التقليل أو التقليص من التواجد الروسي في ليبيا هي لن تستطيع إخراج المنتزقة بمواجهة مباشرة مع أمريكا هي تحشد الآن جميع الأطراف في ليبيا وأيضا قد تتقل بعض الشركات الأمنية ولكن أتمنى أن نصل إلى حلب الصراع مسلح في ليبيا من أجل إخراج الفاقن لا زالت المعادلة صعبة أمام الجميع لا زال حتى الأمريكان والإنجليز لا يعرفون أو لا يدركون جيد ما هي القوانين التي قد تنتج ومن هم المترشحون في الانتخابات القادمة وما مدى إمكانية ترويضهم أو تلعبهم مع استراتيجيتهم وحربهم الباردة ضد روسيا والصين لا زال الوضع غامض لا زال الوضع غير واضح كله سيحدث ما بعد صدورها القوانين الانتخابات وأيضا لجنة ترفيئة المستوى التي يريد بتي ليعقدها بأي حال من الأحوال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر